السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أعزائي مستمعين مستمعين قناة الصحة والجمال في كل مكان يتجدد بكم اللقاء جديد مع أسبوع جديد من برنامج نحو الهدف برنامج بيحاول يوصل للهدف عشان كده اسمه نحو الهدف هدفنا إن إحنا نوصل لكل المستمعين والمشاهدين في جميع أنحاء العالم اللي بيحتاجوا يسألوا أسئلة ومش لقين حد يعني يرد عليهم فإحنا بنحاول من خلال برنامجنا نحو الهدف إن إحنا نوصل لكل الناس في كل مكان بحيث إن إحنا نقدر نسدد كل المشاكل أو نقول الحلول للمشاكل اللي بتترأى إلى أذهان الناس في كل مكان بداية أحب أتشرف بصحبة حضراتكم طول فاطلة البرنامج برنامج نحو الهدف أنا دكتور وليد أبو الفتوح استشاري لمخوة العصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان هكون معاكم خلال الفترة ديت علشان نتكلم عن موضوع مهم جدا ويجغل بال الكثيرين في جميع أنحاء العالم في مصر والوطن العربي وفي كل أرجاء الدنيا موضوع الإدمان إحنا كنا بدأنا الحلقة اللي فاتت نتكلم عن موضوع الإدمان وكنا بدأنا نتكلم عن مادة الحشيش لأن هي كانت أكتر حاجة موجودة ويبتبقى في دين الناس يقدروا يوصلوا لها بسهولة نظرا لعوامل كتير قوي لأنها ممكن تبقى رخيصة شوية ممكن تبقى موجودة بتتصنع في أماكن جوه البلد مش محتاجة يعني تيجي من بره يعني حاجات كتير قوي الحقيقة خلتنا نهتم بموضوع الحشيش دوت أول حاجة أحب أفكر حضراتكم بالقصة اللي احنا كنا بدأناها المرة اللي فاتت واتفقنا أن الحشيش ده كان عبارة عن نوع من أنواع النباتات بنسميه القنب أو القنب ودوت بيخليه سهل قوي أنه يوصل للناس لأنه هو نوع من أنواع المزرعات أو نوع من أنواع النباتات إذن زراعتها دي حاجة سهلة جدا طيب وصولها لينا وصول سهل جدا برضو لأن هي ممكن تبقى رخيصة شوية فالناس تقدر تتداول هذه المواد المخدرة بمنتهى سهولة وطريقة التعاطي بتاعتها بتبقى كمان سهلة قوي وكنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت الأسبوع اللي فات عن أنها بتعمل شوية تأثيرات كده على الجهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي وكمان بتأثر على الجهاز العصبي الطرفي لأن هي بتخش بشكل مباشر على الخلال العصبية وتقوم بتدمير الخلال العصبية في أفكار بتبقى مغلوطة كده أن المواد المخدرة تعتبر نوع من أنواع المواد اللي بتحسس الإنسان بالإيفوريا أو السعادة يعني أو أن هو مبسوط يعني حقيقة هي المواد المخدرة مش بتعمل كده بالظبط هي المواد المخدرة بتعمل تأثير على الخلال العصبية إنها بتخلي الخلال العصبية زي ما تقولوا كده بالبلد بتاخد فترة نوم كده يعني فترة إنها مش مرياحة يعني شوية ودوت بيخلي للأسف إنها تحسسك إن انت معندكش أي مشاكل خالص تحسسك إن انت مبسوط ما فيش أي توطر وقلق حواليك حاجة كتير قوي الحقيقة بتعملها هذه المادة المخدرة لكن في كل الأحوال أنا أحب أقول للناس إن الموضوع دوت حتى لو كان حقيقي إن هي بتخليك يعني مبسوط شوية أو سعيد شوية أو كده إلا إن ديت بتبقى مسألة لحظية يعني هي فترات قليلة جداً وبعد كده بينقلب السحر على الساحر زي ما بيقولوا يعني الموضوع بيقلب تماماً بمعنى يعني أنا في الأول بأخذ المادة المخدرة أو الحشيش بالذات ببقى حسس إن أنا عندي نوع من أنواع الإيفورية أو إن أنا مبسوط لأن الخلايا نايمة لكن طول استخدامك لهذه المادة المخدرة للأسف بيعمل نوع من أنواع الضمور للخلايا العصبية لأنها كل شوية بتاخد مخدر فبتريح بعدين تاخد مخدر تاني فتريح بعدين تاخد مخدر تالت فتريح تريح 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 لحد ما تريح خالص بيبقى أصلاً ما فيش جهاز عصبي وده كان فيه برضو يعني أحد الأبحاث كان بيتكلم عن علاقة المخدر أو المخدرات والعملات الجنسية ناس كتير قوي تقول لك أنا باخد الحشيش عشان خاطر أنه بيدي قوة جنسية أو قوة أثناء الجماع حقيقة يعني دي من الحاجات المغلوطة جداً هو زي ما أنا قلت لحضراتكم يعني ممكن يكون بيقوم عملية تأخير القصف شوية ممكن يدي قوة شوية لأن الجهاز العصبي متخدر شوية لأن الحقيقة زي ما أنا قلت لكم في الأول أنه هو سنة بسنة الخلايا العصبية بتريح بعد كده بتريح بعد كده بتريح فالخلايا العصبية في الآخر بتريح خالص يقوم يفاجأ الشخص اللي بيتناول هذه المواد المخدرة بأنه ما فيش قدرة بقى جنسية بالعكس ده بيحصل فقد للانتصاب المفاجئ وبدون مقدمات يعني دي برضو من الحاجات اللي العينين بيجوا اشتكوا منها أن أنا دلوقتي الانتصاب عندي تقريبا ضعيف جدا أو 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 الشيء من هذا القبيل طبعا لما بتسأل بتقوم بتفاجأ بقى أنه كان بياخد بقى أنواع من المواد المخدرة ومن ضمنها الحشيش أو كده فبس هو للأسف في اللحظة دي بيبقى الموضوع للأسف مالوش علاج لسبب لأن في قاعدة كده احنا لازم نبقى عارفينها أن الخلال العصبية إذا أصيبت لدرجة أنها يعني توصل لفقد شغلها أكتر من 50% خلاص هي مش هترجع تشتغل تاني أنت لو عملت لها أي حاجة وديتها أي أدوية خلاص لأسف ما بترجع تشتغل تاني هتسألني طب يا دكتور وليد هو طب ما هي ممكن يعني هي الخلية لو مش قادرة تشتغل طب ما احنا ممكن نعمل زرعة أو ممكن نعمل خلية جزعية أو يعني نتصرف بأي بسوي إن هي الخلالة تنفع تشتغل تاني حقيقة معلومة مهمة جدا لازم كلنا بعرفينها إن الخلال العصبية لا تجدد يعني ما ينفعش خلية تموت فيطلع مكانها خلية تاني وده بعكس خلية أخرى موجودة في الجسم كله يعني مثلا في المعدة لو حد مثلا سي جالوا قرحة في المعدة خلية بتاعة الجدار بتاع المعدة تأثرت فالخلية ماتت فأنت ممكن بعد فترة الخلية تجدد مرة أخرى فاتدي الخلية بتاعة المعدة تشتغل تاني من أول وجديد ممكن مثلا خلالة يعني زرع حاجات كتير يعني أنت ممكن تزرع في أي عضو خلية تقوم تتكاثر فتكبر تاني فتعمل العضوة هكذا إلا الخلال العصبية الخلال العصبية وان وي اللي بيبوز منها أو بيأتلف منها أو بيموت خلاص بالسلامة هو ما بيجددش تاني فعشان كده أنا بقول للناس وبناشد كل الناس في كل مكان اللي فاكرة إن المادة المخدرة لما أنا أخدها النهاردة هتديني قوة وهتديني وهتديني لا هي ما فيش متعة مش مدفعة التمن دي قاعدة إحنا لازم نتعلمها ما فيش متعة مش مدفعة التمن أي متعة أنت بتاخدها في الحاجات دي لازم تكون دفع تمنها بتدفع تمنها من صحتك والجهاز العصبي بالذات الجهاز العصبي بتأثر جدا 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 بالمواد المخدرة لأنه هو زي ما أنا قلت حالكم ما بيجددش فده بيخليه خلاص يعني آه بتستمتع وقت شوية دي متعة بس دفع تمنها عمرك كله بعد كده علشان كده احنا بنناشد الناس أن يا جماعة بلاش المواد المخدرة مش الحشيشه بس هي حلقتنا النهاردة عن الحشيش صحيح ولكن يعني أنا بتكلم عن أي نوع مخدر أنت عايز تاخد حاجة عشان تزود القدرة على العمل أو القدرة على الصهر أو القدرة الجنسية أو ممكن في حاجات ممكن ناخدها ولكن تحت إشراف طبي لكن أنا أروح كده أديها مادة مخدرة عشان هي بتزهب العقل شوية أو بتخليني شوية مش مبسوط شوية أو بتديني قدرة شوية عن العمل طب ما فيه ناس كتير قوي تيجي لك تقولك يا دكتور أنا باخد ترمدول بصراحة يا دكتور الترمدول ده منتاز ليه؟ بيخليني مثلا بدل ما اشتغل 8 ساعات أنا ممكن أفضل 24 ساعة شغال أوكي أنت لو جيت تفكر بالعقل البسيط والمنطق البسيط كده أنت بتشتغل صحيح 24 ساعة بس ده على حساب مين؟ على حساب إيه؟ تخيل بعد ما يروح المفعول بتاع المادة المخدرة وبعدين يبتدي المخي يشتغل بقى من غير المادة المخدرة اللي هي كانت محسسها بالباور وبالقوة وكده تخيل بقى المنظر هيبقى عامل ازاي؟ العضلات بتاعتك ربنا خليقها تشتغل مثلا مثلا 8 ساعات أنت اشتغلت عليها 24 ساعة هي مش حاسة نتيجة المخدر اللي شغل على المخ منسيها الوجع ومنسيها التعب ومنسيها كل حاجة لكن بعد ما يروح التأثير بتاعه تخيل العضلة اللي المفوط اشتغلت 8 ساعات اشتغلت 24 ساعة تخيل العضلة دي شكلها عامل ازاي؟ ومدى الإجهاد اللي هي فيه؟ والعقل ومدى التعب اللي هو فيه؟ والعيان بيبقى مجهد جدا زهنيا لدرجة نوع مش قادر حتى يتكلم إذن لما تيجي تبص على المتعة فتكر التمن المتعة مدفعة التمن لازم فانت لازم تحسبها من هذا المنطق طيب تخيل لما يجي مثلا يروح تأثير المخدر ده سي بعد 24 ساعة انت تعبت جدا لانك بزلت مجهود زهني وعضلي وبدني كتير جدا وقوي جدا لكن الحقيقة انت بزلته على حساب نفسك فلما يروح تأثير المخدر هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك محتاج تاخد مخدر تاني فلما تيجي تاخد مخدر تاني مش هتاخده بنفس الجرعة ليه؟ لان الخلال العصبية تبقى مجهدة جدا 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 فمحتاجة جرعة اكبر عشان تقدر تريح او تقدر انها تبقى مستكينة فانت تبتدي تعمل ايه؟ على الجرعة وهكذا دواخيني يا لامونة بقى بتفضل ايه؟ ماشي في الدايرة دي بتفضل ازود الجرعة عشان نرتاح وكل المسافة كل شوية هتلاحظ ان المسافة بين الجرعة الاولى والجرعة التانية بتقل بيقربوا من بعض يعني انا انا كنت باخد مثلا سي الساعة عشر الصبح هتلاقيني بقيت باخد عشر الصبح والساعة مثلا اربعة العصر بعد شوية هتلاقيني باخد عشر الصبح والساعة ثلاثة العصر شوية ساعة اثنين عشرة واثنين عشرة واحد اقصد اقول انك كل شوية بتقرب المسافات وتزود الجرعات اذا انت داخل في دايرة مغلقة ودايرة مش هتعرف تخرج منها الا بمساعدة الطبيب المختص اللي هو طبيب المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان لان هي القصة كلها بتبقى متشابكة انت بتاخد المقدر فبيعمل تلف للاعصاب اللي بيأثر على الحالة النفسية وفي الاخر بتبقى مدمن يعني هي القصة كلها قصة متربطة جدا عشان كده الناس اللي بتاخد المخدر ما بتتعاملش مع حاجة سهلة انت بتتعامل مع مادة بتخليك تتعامل مع كذا تخصص متخصص طبق وغير كده كمان بتأثر على اعضاء اخرى يعني ممكن تأثر على الجهاز الهضمي ممكن تأثر على الكبد ممكن تأثر على الجهاز البولي الكلا وغيره يعني اقصد اقول ان الموضوع ما بيقفش بس عند حتى التخصص بتاعنا لأ الموضوع بيبقى اكبر من كده اذا انت لازم تبقى فاهم كويس جدا وانت بتاخد المخدر ان دي متعة انت هتدفع تمانها هتدفع تمانها هتدفع تمانها مش بمزاجة قصبا عنك لان هو وان وي زي ما قلنا هو وان وي يعني سكة واحدة انت بتمشي فيها الا لو ربنا اداك بقى البصيرة بعد شوية او اداك حاجة في السكة كده يعني عينين كتير يقولك يا دكتور بصراحة انا كنت ماشي في سكة المخدرات والدنيا ماشية تمام ومعرفش ايه لحد اما قابلت فلان وفلان ده كان بياخد مخدرات قابل مني بكتير ولقيت عنده مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا فروحت انا ايه وقفت وعدت بص وافكر كده ايه ده هو انا ممكن في مرحلة اوصل زي الرجل ده يا انهر يسود لا ده انا كده لازم اروح معانا تليفون استاذ ايسل تفضل يا فاندم استاذ ايسل تفضل يا فاندم ألو ابو ايسل ابو ايسل ابو ايسل اهلا وسهلا يا فاند ابو ايسل ابو ايسل ابو ايسل ازاك يا فاندم اعمل ايه أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً مسائل عزل يا فنم مسائل فلي يا فنم مسائل فضل عدرتك أنا أي حاجة نشوفها من الحاجات دي بنتعب يا فنم أي حاجة إيه فنم بنتعب منها يعني حاجات لك نشير الضياء ليدمان أي حاجة حريك بتشربها من الحاجات اللي هي مخدرة أنت بتتعب بيب جارنا كده مثلاً وكل شو عمل معا مشكلة بيشرب كده واختلاتنا معايا كتير يعني أنا ويا هنا أنا وصريتي يعني مش كدنا الكلام ده فهو بيشرب يعني بيوصلنا لحاجات دي سؤال بقى بيوصل لك إزاي يعني الريحة تحته بتبقى محجيزة عندنا في البيت آآ آآ يعني لكن حريك مش بتشرب معايا لا 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 ريحته بتطيب نتصب وصريتي آآ آآ طبعاً ما هو ده ده اللي احنا بنسميه الإصابة السلبية الإصابة السلبية أني حريك تكون مش بتدخن مثلاً وجنبك ناس مدخنين أو قاعد في وسط ناس بتدخن دي احنا بنوع إصابة السلبية حقيقة الحقيقة هو ده بيبقى أقل تأثيراً من من اللي بيدخن نفسه أو اللي بيشرب نفسه لكن ده مش معناه أن احنا ما نوجهوش احنا لازم نوجهو ونفاهمو طبعاً إيه يعني أبو أيسل يعني إيه إحنا بنشكرك نوات صالت قطع ومعنا تليفون تاني الحج رجب أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا فنم أنا بحييك يا دكتور على الفقرة يا دكتور وأنا كمان بحييك أن أنت شرف ليه أنك بيتبعني يا فنم الله يبارك بك يا دكتور طب بحيي فريق الإعداد المحترم بتاعك يا فنم ربنا يكرمك يا فنم وجميع المشاهدينه وقنات صحة وجمال بني ربنا يديك الصحة يا فنم في نسبة كان معي ابني يا دكتور بيستعطى حياة طبعاً مع حيال تظاهرة ودية ودية وعلمون حياة تمام وما له الفنم نعالجه ماشا يا فنم فيها سئلة تانية فنم الله يبارك بجرد طبعاً أنا أحب أقول للناس اللي عايزة تبطل في البيت أنت عايز تبطل في البيت هخليك تبطل في البيت عايز تبطل في المصحة هخليك تبطل في المصحة ولكن في شروط يعني حراك هتقعد في البيت وحتمنع المخدرات لازم تمشي على رولز وقواعد كده وأدوية معينة أنت حراك لازم هتمشي عليها لكن تقعد في البيت وتمنع المخدر بس أصل هو المشكلة جماعة في إيه المخدر ده أول ما بيبتدي يروح من الجسم يعني واحد شرب النهاردة الصبح على بالليل بدأ يروح تأثير المخدر فبدأ يحس بحاجة اسمها الكريفنج أو اللهفة الكريفنج أو اللهفة دي إنه هو بدأ يحس إنه هو محتاج المخدر فأنت لو قعدته في البيت هو هيكسر البيت وهو ممكن يعمل جرائم عشان ينزل وياخد المخدر بتاعه إلا لو كان تحت إشراف طبي وهو قعد في البيت إنه بياخد العلاج الفلاني والعلاج الفلاني والعلاج الفلاني وإحنا اتفقنا على خطة علاجية معاه إنه في البيت هيعمل كذا وكذا 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 عشان يقدر يقلع عن هذا المخدر لكن حتة إنه أنا قعده في البيت بدون دواء لا يا فندم هو مش هيبطل طيب ومعانا كمان اتصال اتفضل يا فندم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندم اتفضل يا فندم أهلا وسهلا لا أنت صوتك وطي قوي يعني بقى عالي وصول شوية فقدنا الاتصال أوكي عارك حاولي بقى تتصل بينا تاقي فكرة إنه إحنا نبطل في البيت فكرة سهلة جدا ما فيش أي مشكلة خالص في إن المريض يبطل في البيت ويبقى تحت الإشراف الطب بتاعنا وتحت الرولز اللي إحنا بنتفق عليها فيش أي مشكلة خالص لو إحنا حسينا في وقت إن الموضوع إنه هو يبطل في البيت ده موضوع صعب خلاص أوكي بننقله للمرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة المستشفى أو مرحلة المصاحة فيش أي مشكلة خالص في طريقة العلاج طالما فيه اتفاق بسي في نقطة مهمة جدا لازم المريض وأهل المريض يكونوا حفظينها كويس إيه هي إن المريض يكون هو نفسه عنده الاستعداد للتشافي من المرض يعني هو يكون عايز يخف أو عايز يبطل مخدر لأنه لو مش عايز هتبقى فيه مشكلة كبيرة أنا هعالجه إزاي أصلا هو الطبيب مش ساحر هو مساحر يعني يمسك العيان بطريقة معينة كده خليه مش مدمن لا طبعا القصة مش كده القصة محتاجة تعاون ما بين الفريق الطبي اللي بيشتغل معاه وما بين المريض وما بين الأسرة اللي هو قاعد معاها الفريق الطبي دو هو العلاج بيبقى عبارة عن إيه أحب معانا دكتورة إيمان طب اتفضل يا دكتورة إيمان دكتورة إيمان أهلا وسهلا يا فن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا دكتورة إيمان أهلا وسهلا الله يسلم تفضل يا فن حضرتك عليك تيب نفسك حريك تخصص إيه يا فن حريك تخصص إيه أمراض نسا أمراض نسا طيب يا فن هو القصة هتبقى بعيد عن حضرتك تماما يعني وحريك يعني ممكن تبعتيه لنا وإحنا نتعامل معاه لأنه هو يعني حريك بعيد شوية عن التخصص بس هو الفكرة هو عايز يبطل أصلا ولا لا ده سؤال مهم نعم على قد معلوماتي لا يا فن ما أقصدش أنا أقصد أقول هو هو عايز يبطل ولا لا هو يعني هو مد من الحاجات دي يعني طيب يا فن عمتا عمتا يا فن أنا يعني طبعا أنا ما أقصدش لنحريك معلوماتي أنا معلوماتي في النساء يعني على قد برضو لكن أنا أقصد أقول أنه إيه دي العيش لخبازه هو محتاج حد متخصص في الحتة دي فهو ممكن يعني يشرفنا وإحنا إن شاء الله نتعامل معاه بس يكون هو عنده النية في أنه هو يبطل لأنه زي ما قلنا قبل كده قلت لكم الحلقة اللي فاتت أن 50% من العلاج أن المريض يكون عايز يتشافى من هذا المخدر لأنه لو مش عايز هتبقى الأمور صعبة جدا 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 لأنه أنا هفضل أعمل كل اللي أنا أقدر عليه وفي الآخر هو ركن أصيل من العلاج يعني هو العيان بيبقى ركن أصيل من العلاج فعشان كده لازم يكون عنده النية عشان يقدر أدي له التعليمات فيسمع الكلام ويمشي لأنه زي ما حضراتكم عارفين طبعا أن الفترة الأولى من وقف المخدر بيبقى فيه أعراض بيسموها أعراض الانسحاب أعراض الانسحاب دي بيبقى ليها يعني أشكال كتير حقيقة يعني طيب إحنا معنا تليفون تاني أستاذة نادية عليكم السلام ورحمة الله سهلا دكتور أنا حصلت لي ظروف صحية لابني المهم الظروف الصحية اللي حصلت دي تعرضتني لشرب السجاير أوكي لشرب السجاير أوكي أوكي فأنا مش عارف أبطلها يعني أنا في اليوم بخلص حدود علبة تمام تمام فأنا مش عارف أبطلها نهائيا خالص أوكي وكمان في حاجة تانية بسبب اللي حصل برضو جوزي قد من الحشيش هو المشكلة الصحية كنت عن مين يا فنم يا المشكلة عندي وعنده جوزي لا يا فنم حاركوا تلي إن فيه ولد كان فيه عنده مشكلة أو فمشكلة إيه يا فنم يعني فاهميني بس أكتر مشكلة صحية يعني صحية عنده يعني كويس فإحنا بقى بدأنا نخش في دور اكتئاب دور اكتئاب بقى لي بالضبط كده ثلاث سنين أيوه تمام وبناء عليه بدأنا نخش في سكة المخدر ليه بقى أو التدخين يعني عشان خاطر أو معرفة أنا عادي طالو بس مش عارفة تمام يا فنم طيب حارك منين يا فنم من السكندرية طيب يا فنم حارك تقدر يتابعين على صفحتنا بقى على الفيسبوك عشان خاطر بص بص يا دكتور يعني أنا مش أنا مش بستح الفيسب كتير بصف الظروف اللي عندي وكده تمام فياريت أرجوك تقولي على حل يعني على الحل أنا حقولك على حل يا فنم بس خدي رقم تليفوني من الكنترول وأنا هقولك كل حاجة لأن دي قصة دي قصة محتاجة يعني حاجات معينة كده بطرق معينة محتاجة شرح يعني أنا مش هقدر أشرحها في الحلقة فأنا خدي تليفوني من الكنترول وأنا بتحت أمر حضرتك أم حبيبة تفضل يا فنم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فنم صحة يا دكتور أنا مشكلتي النجوزي يعني كان بيدخن مش مش حشيش ولا كده أم اللي بيدخن يا فنم خين عادل سجاي سجاي عادية آه تمام آه بس هو تعب منها سدر وطعبه وحبه يبطل كويس أوه بطعب دلوقتي بقاله ست شهور ست شهور ممتاز بس تعبان سدر وطعبه بطلس كحة جديدة آه 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 يا فندم هو بحاول يعني هو دلوقتي بيحاول يركع لها تاني وأنا بحاول إن أنا هو مخلي ما يركحش مش حارس يا فندم أنت حرير دلوقتي بيتقولي إن هو بطل علشان خضر سدر وطعبه وقعد ست شهور عشان سدر وطعبه آه فهو بعد ست شهور عايز يرجع تاني عشان إيه عشان إيه قالت معاه مثلا بيكوح عشان هو بيكوح يكوح تير وصدر وطعبه طيب هو في حقيقة علمية أحب أنا أتعبان كده أنا أنا طيب أوكي هو طبعا الكوحة هتزيد شوهي أنا أقول لحضراتك ليه طيب شكرا يا أمو حبيبة أنا أشرح القصة دي يعني حيث دي مهمة قوي بس أرجوك تشوف لحل بس عشان أقنع أنه ما أركحش حاضر يا فندم حاضر أول حاجة إحنا قصة التدخين هو الدخان يا جماعة بيخش على الجهاز التنفسي إحنا الجهاز التنفسي بتاعنا الجهاز التنفسي بتاعنا في شعيرات صغيرة كده في الغشاء المخاطئ اللي مبطن الرئة والقصبة الهوائية الشعيرات دي توظفتها أنه لو فيه أي جسم غريب دخل جوه الرئة إحنا بنكوح لما بتكوح كده الشعر دوت بيزق الأجسام الغريبة لما حرج بتدخن الدخان وهو نازل وهو داخل الرئة بيقطع الشعيرات دي يعني الشعيرات اللي هي مبطنة الغشاء المخاطئ بتاع الرئة والقصبة الهوائية الشعيرات دي بتتكسر كلها طيب بعد شوية بيبتدي تراكم جوه الرئتين بعد شوية أنت حضراتك بتدخن 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 قطعت كل الشعيرات اللي هي بتبطن الجهاز التنفسي طيب حضراتك دلوقتي قطعت التدخين وقعدت ست شهور فاللي بيحصل إيه إن الغشاء المخاطئة الغشاء المخاطئ اللي مبطنة الرئة بيبتدي يجدد نفسه تاني يعني حاجة يعني قدرة إلهية إنه هو الغشاء ده أو النسيج المخاطئ ده بيجدد نفسه تاني والشعر بيبتدي يتكون تاني ما انت بطلت التدخين فالشعر ده بيعمل إيه بيبتدي يحرك المخاطئ يحرك المخاطئ اللي جهو الرئة وجهو القصب الهوي فتبتدي تكح جامد وتطلع بلغم كتير ودي إشهرة إن الرئة بتاعتك بدأت تتعافى مش بدأت تبقى أسوأ يعني إنت دلوقتي في مرحلة الشفاء فلو إنت مستخسر في نفسك إن إنت تبقى معافى خلاص أوكي جو أهد وارجع للتدخين وإنجو يور تايم لكن لو أنت عايز تبقى إنسان سوي وإنسان طبيعي استنى على نفسك شوية هتكح شويتين تلاتة البلغم اللي جوه والمخاطئ اللي جوه هيطلع وتبقى نورمل طيب أنت عايز تتأكد من هذا الأمر حضرتك يا فنم تغديه وتروح لدكتور الصدر عشان يشرح له القصة دي على أرض الواقع وتفهميه وياريت دكتور الصدر يبقى عنده صور يعني للأسف مش عن صور دلوقتي صور لناس استمرت بعد ما بطلت وإزاي الرئة بدأت تتدهور حالها سرعان ما بعد الرجوع للتدخين مرة أخرى إذن إحنا دلوقتي في مرحلة مهمة جدا هي مرحلة الشفاء والخروج من المرض لو حرك مش عايز تخرج من المرض وعايز ترجع تاني أوكي يعني تقدر يعني تقدر تقدر معانا أحمد سيد أحمد أيها أيها فان فضلا سيد أحمد فضلا أنا مع حضرتك حضرتك أنا دلوقتي أنا ما بتشعبش السجاية بتشعب بيها يا فاندن ما بشعبش السجاية أنا بشعب شقية سخية شيشة نعم حديرك بتشعب بيها أنا متسامعة بس كويس حشيش خام حشيش خام اه اه تمام 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 سمعت اه حضرتك انا مش الموضوع معي كيفر اوي يعني معي اصبال وكيرا فانا ايه يعني يعني متحزن في الموضوع يعني يعني انت عايز تبطل صح اه باذن الله وانت ناو انت عندك كم سنة انا عندي ثمانية وثلاثين حراك بتشغل ايه فاندم انا بتاع انا بدوك دوك واخشاب كويس جدا كويس جدا طيب يا فاندم لو حراك عندك استعداد انك تبطل حراك ممكن تتواصل معايا من خلال صفحتي على الفيسبوك ونتقابل ان شاء الله ويبقى في خطة علاجية كده احنا هنحطها مع بعض وهتبطل وانت في البيت عادي ما فيش مشكلة هي الصفحة اسمها صفحة الدكتور وليدة بالفتوح صفحة الدكتور وليدة بالفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان وهتلاقي صورتي على الصفحة حراك خشت على الصفحة يا فاندم وفيها كل طرق الوصول ونتكلم ان شاء الله ووصل حراك اللي حراك عايزه لان ده نوع من انواع التبطيل سهل جدا انك تبطل يعني طالما انت عايز وهو حشيش بس اوكي سهل ان احنا نبطل ما فيش اي مشكلة خالص بعانا استاذ علي السلام عليكم زيكا دكتور عليكم السلام رحمة الله استاذ علي تفضل يفن زيكا دكتور وليد اهنا سهلا يفن اهنا سهلا اه فضلك الله والله يا دكتور انا كنت بكلم حضرتك يعني بخصوص ان انا بالنسبة لي انا كنت على كده حوالي تلت سنين اه معلش يعني انا بقولها نصيحة لغيري مش ان انا بقول كده انا نبضينا اكرمك يا فهل اه تلت سنين ما كش مكان بيبيع الحاجة دي او متواجد فيه الحاجة دي ان انا اجيبها وطبعا اشربها اعبا اجيبها ليه انا عايز اطلع من مشاكلي واطلع من هموني تمام يا فدل ولكن طبعا ما بطلعتنيش هي يعني حطت فوق مني كمان وكمان ويزودت الموضوع بالزبط زودته هل التمول هل التمول بيضر بعقلية البن آدم بيخليه يعني صاحي وكأنه ناين ويمشي كأنه رجع الورا وبيأكل وكأنه ما كانش ويأكل كمان مثلا بعد ساعة يأكل تاني وكأنه ما فطرش مثلا يعني كل العراضي اللي حصلت حضراك بعد ما خدت التمول صح؟ لا لا حضرتك أنا بالنسبة لي أنا كنت أخد أنا أخد الحشيش بكلام صدفه أنا شفت طول النهار تمام؟ أنا بطلت الحمد لله من يوم وليلا كده وبطلته وقرحته وليتهم ما بيأ مش حاجة وللوقي عازة خالص ولكن هو بيغيب العقل شوية ويبطأ التفكير ويخلي الإنسان ما بيفكرش في مشاكله ما بيفكرش في وقته هو غايد بعيد عن الله وبعيد عن الصلاة ومش ملتزم وكل حاجة حياته نصيحة حضرتك يا أستاذ علي للناس اللي نفسها تبطل ومتأخرة لحد دلوقتي نصيحة حركة على الهوى دلوقتي والله يا فندم أنا بنصحه لله إنه أول حاجة اللي يصرفه في الحاجة الوحشة دي ولاده أو اللي تمام تمام دي رقم واحد رقم اتنين يتركها لله لأن ربنا سبحانه وتعالى هو هضان عليه لأن فيه ربنا عاوزك تكون سعيد بس بصدر 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 بقراءة القرآن تمام بركعتين في جوف الليل تمام بذكر في تسبيخ في طاعة للأم طاعة للجوجة طاعة للأب طاعة لإصحابه لجرانه لأهله لحبابه إنما هو بيشربه وبدماره صحته ولجابه والغضب ربنا عليه هو بيبس كل حاجة بطبوس حوالي أستاذ علي أنا بشكر حضرتك طبعا على النصيحة الغالية دي ودي نصيحة موجهة من حد كان بيستخدم المخدر وهو حسب الفرق الرهيب ما قبل وما بعد المخدر وعشان كده أنا بضم صوتي لصوت حضرتك يا أستاذ علي إن إحنا نقلع عن هذه المواد المخدرة اللي مصيرها في الآخر زي ما قلت لحضرتكم اذهب للعقل ومشكلة في الجهاز العصبي وتدمير الخلايا العصبية سواء المركزية أو الطرفية وبيأثر كمان على العضلات وبيأثر على الزاكرة وبيأثر على أعضاء الجسم الأخرى إذن إحنا ما نستفيده من هذا المخدر ولا شيء بالعكس ده إحنا بنخسر كل شيء ويمكن رسالة أستاذ علي هي ملخص لكل المشاكل اللي إحنا ممكن نمر بيها أثناء تعاطي المخدرات خصوصا المواد الكيميائية يعني المواد الكيميائية بتبقى أخطر شوية خصوصا الكوكا أو الكوكاين والآف والأفيون والبودر البودرة يعني حاجات دي برضو من الحاجات اللي إحنا إن شاء الله هنعمل لها حلقات إن شاء الله علشان نستفيد فيها لأن حتة الإدمان دي حتة للأسف هي منتشرة جدا 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 وبقت آفة من آفات المجتمع إن إحنا كلنا بنحاربها وكلنا مش عايزينها وإحنا من خلال هذا المنبر الإعلامي بنحاول نواجه رسالة لكل الناس يعني بنقولهم إن خلي بالك من صحتك رقم واحد لأن صحتك مش ملكك أنت هتتحسب عليها وهتتسئل عليها وخلي بالك من الناس اللي فرقبتك اللي بيضيعوا بسبب المخدر اللي أنت بتاخده مراتك وعيالك وأسرتك كلها وعيلتك كلها بتتأثر بهذا المخدر لأن المشكلة ما بتبقاش مشكلة فرد بالعكس هي بتبقى مشكلة الأسرة كلها والعيلة بعد كده وبعد كده بتبقى المنطقة اللي أنت ساكن فيها لأن المشاكل بتكتر وتكبر قوي قوي نتيجة هذا المخدر لأنه هو بيذهب العقل فأنت بتبقى مش حاسس أصلا بالتصرفات اللي بتعمل النهاردة أنا حاولت إن أنا يعني أدي فكرة سوانطوطة كده عن بعض الأعراض السيئة اللي ممكن تحصل ولكن أنا إن شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله استنوني لأننا هتكلم عن طرق العلاج إزاي نعالج موضوع الإدمان فيه عندنا تلات طرق للإقلاع عن الإدمان إدمان أي مادة مخدرة إن شاء الله نتكلم فيهم في الحلقة اللي جاية طبعا الناس اللي ما قدرتش توصل لنا النهاردة في البرنامج قالوا لي حتى فيه اتصالات كتير جدا ما قدرتش توصل للبرنامج ممكن تتواصل عن ممكن ندي نتواصل معهم عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حريك ممكن تخش على الصفحة هتلاقيها بعنوان الدكتور وليدة بالفتوح استشاري المخوة العصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان عليها كل البيانات ونقدر نتواصل مع بعض إن شاء الله أشوفكم على خير الإسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج نحو الهدف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته